يا مولانا الدولة كلها عصابة دي عصابة سرقة يعني المطار عصابة زي انت اللي بتقول انا بقولك بقى النظام كله عصابة لان السوق الداخلي محتاج سكر سعر السكر غالي في السوق الداخلي و احنا بنستورد سكر و السكر بنستورد و نصداره يعني بيعدي على مصر كده ترانزيت يعني و ترفض تخيل والله يا شكرا الاخ اللي بعتلي اللي بعتلي الخبر بتاع المصرية للسكر دي عشو تعرفوا عنه فضايح بالكوم ده غير الفضيحة اللي كتبت عنها بلومبرج ان الجيش المصري العظيم بياخد عمولات غير رسمية اتوات من مين بقى اسمع كده صلاة النبي الجيش المصري بياخد اتوات من السفن اللي بتعدي في القناة خش على بلومبرج بلومبرج يا معلم احنا لا هنغدعك ولا هنغشك ده احنا رفاء الطريق بلومبرج بتقول ان زباط الجيش المصري بياخدوا اتاوة من السفن المرة في القناة قناة السويس خاضعة للسلطة المؤسسة العسكرية حيث يتسلم دباط سابقون في البحرية رئاسة الهيئة من دون انقطاع منذ عام كذا آه والله في واحد بيسألني السؤال يا علي بس اكمل آه من زي عام 64 حل وتبعى لذلك يبدو ان لانشاء الصندوق هدفين اساسيين وعدين يتكلموا هو يا عم احنا مانا تبعى يبدو ان لانشاء الصندوق الهدف الاول هو تعزيز الدعم للنظام داخل موسطة عسكرية في خضام من الازمة الاقتصادية الحادة والهدف التاني هو التوصل الى حل وسط من خلال السماح للمستثمين الخاصرين بالمشاركة في عملية القناة من دون فقدان السيطرة العسكرية والحال هو ان الخطة تهيئ الساحة لخص خاصة القناة من دون تغييرات وآخرها في حد بيسألني سؤال عدقاري والله العظيم تحية لهذه السيدة مش انا قلت دلوقتي وانت قاعد ان الشركة المصرية دي استردت السكر من الهند وصدرته الليبيا وترفض في الليبيا مش انا قلت كده عليه مش حصل مين حصل مرة تانية يا علي بس معلش وده اخر خبر دلوقتي يا عمي الخبر الاول ليبيا رفضت شحنة سكر ابيض مصري هاتي الخبر يا علي الله يخليك صح صح لما شفنا الصورة لقينا الشركة المصدرة اسمها الشركة المصري المتحدة الصورة اللي قدامك دي ليبيا ترفض دخول شحنة سكر ابيض مصري لعدم وجود البيانات حل ده مين اللي رفض مركز الرقابة حد تاني بعت لنا قال لنا الشركة المصري المتحدة دي دي استوردت ستين الف طن من الهند في يونيو اتنين وعشرين هاتي علي خبر جريد تلمال الله يكريمك حل يعني الحال ان شركة المصري المتحدة اهو استوردت ستين الف طن من الهند عبر مناء العين السخنة صدرت جزء منه لليبيا ليبيا رفضته السؤال بقى اللي بتسأله المدام دلوقتي بتقول لي ايه بتقول لي ازاي السكر اللي هندي ترفض في ليبيا ويقبل في مصر سؤال محرج ليبيا ترفض السكر اللي قبل في مصر سؤال محرج والسؤال ده يقفل الاخبار كلها